مش بعوش لا من الفيلات ومن الشقق ولا من السيارات ولا من اليورو والدولار والدينار والذهب يعني ما لا عين الرأى تقريباً بالنسبة للشباب مش بعوش ياليتهم نهبوا وخدموا ياليتهم نهبوا وخلاوا الشعب يخدم ياليتهم نهبوا ورفعوا البراجات برجات في الطرقات برجات عند الجمارك في الموانئ والمطارات حقرت على بوليس أطاعهم الآن أصبحت الحق رأى تجاوزت كل الحدود حقرت على الدرك واللي يتحرك يقولوا لو ندروا لك ملفة مخدرات كثيرين من اللي رأهم الآن في السوزون دروا لهم ملفة مخدرات باطل ظلماً وعدواناً لأنه ما هوش من النوع اللي يخضع أو يخاف أو يركع يقولوا لو كما تتبعناش وكاين يقول لو كما تخدمش معاناً انديكاتور أو ما تخدمش معاناً انديكاتوريس ندروا لك ملفة مخدرات أو ندروا لبنك عصابات تحتل البلاد وتخوف أهل البلاد باللي كون تروحت كل أمور كارثية يعني نحكموكم بالقهر بالفشل بالترهيب بالترويع بالنهب وتتحرك نعطيك ونسجنك وممكن نقتالك أو نخفيك مزيج تظهر عليك خبر ونبقى نقول في الفروباغندا أنت عيائي راني شدكم الأمن راني ننحرف الإرهاب إرهاب الأدرار وإرهاب يتام الرأس كل مرة يظهر ويظهر بكل مرة بشكل جديد ها تحبوا تسوفوه ها وإرهاب يتام الرأس تظهر من جديد ها وإرهاب يتام الرأس ما يخلص الإرهاب يتام الرأس مرة واحد مرة اثنين مرة ثلاثة لكن يبقى تبقى دائما قبل حوالي خمسة وعشرين عام كان حوار مطول وكانت جاتني فكرة بعد ما نظرت إلى ما يحدث في السبعة وتسعين وثمانية وتسعين فكانت الفكرة اللي قلتها أنا ذاك قلت أن النظام الجزائري يعتمد على نظرية العنف المطلوب أو العنف المحدود بمعنى أنه يرفع في نسبة القتل أو المجازر أو العملية الإرهابية أو كلما شعر بخطر المجتمع ضده أو كلما أراد أن يضعف المجتمع أكثر ينهب أكثر ويخفف من موضوع الإرهاب والأعمال الإرهابية عندما يشعر أنه رغم هيمن ومسيطر الآن هم يشعرون رغم هيمنين ومسيطرين لكن ما زال الإرهابي تعتمد راست ما زال القيناة مجموعة إرهابية مساندة إرهابيين القيناة القبض على كذا ما زالت تمشي لن تختفي أبدا لأنه ما عنده مش مشروع إلا مشروع الحرب على الإرهاب اللي الجزء الأكبر هما متسببين فيه أو هم صانعيه مشروعهم الوحيد للبقاء قهرا وقصرا في السلطة هو تخويف المجتمع تخويف الشعب ما كان ولا شيء حتى لما خرجوا دارونا فضيحة عالمية مرة أخرى لعلكم شته تحدثت عليها هنا قبل أيام هذه كتاعة السيارة قبل 6 أيام والله أكمل تحدثت عليها سيارة الكهربائية وجايبين وزير يتكلموا قال لكرا ندرنا سيارة كهربائية وبعد ظهرت وانت تشوف فيها هذه شريطة هذه مش سيارة كهربائية اليوم الناس مخرجين لهم قبل يومين ثلاثة باللي هذون يتباعوا في كثير من المواقع كما موقع لي بابا انتع الصيني أو غيره في كثير من المواقع العالمية اللي يتباع هذه الأشياء تقدر تشري هذه الأجزاء وتركبها كما تشري موتو وتركبها كما تشري بسيكليت وتركبها كما تشري دارونا فضيحة عالمية وخرج الإعلام ويصور لأنهم كلهم جهالة حتى هذون الصحفيين وكان كان فيهم واحد عاقلي كلهم هاستنوا يجمع هذه ركتاقة تشريها بألف دولار ألف خمسمائة دولار تشري هذه القطع كلهم وتركبهم في ثلاث سوية وجاء الوزير وبعدين أضاف قالك البطارية يا رانا ما زال مش من عندنا إلى آخر والأجزاء هذا كثير مش من عندك والناس أثبتوا أنهم قادرين يشروهم من موقع مثل موقع علي بابا أو موقع مشابهة فضيحة هؤلوا المشروع متاعهم في أفغانستان استطاعوا ناس واحدوا مع بعض المساعدين تعوني يخرجوا سيارة بالفعل دول أخرى مشابهة لنا بالإمكانيات وبالظروف رأيتخرج في بوارج حربية آخرها تركيا قبل 40 سنة كانت تركيا دخل الأطراق كان أقل من دخل الجزائريين ودخل الإجمالي تلك تركيا كان قريب من دخل الإجمالي تلك الجزائري كوطن أما دخل الجزائري فكان أعلى من دخل الترك وأنا أعرف ذلك وزورت تركيا في الثمانينات وأعرف كيف كان الوضع في الجزائري كيف كان الوضع في تركيا الآن في تركيا يصنعون الدبابات الكهربائية ويصنعون السواريخ ويصنعون الطائرات ويصنع الطائرات المسيرة تاعد درونز البيرقدار وأخواتها هذه الآن تعتبر من بين الأفضل في العالم وكان قائمة طويلة تعدول تنتظر بما فيها العصابة ستنتظر باش تشري الآن طائرات المسيرة من تركيا بعدما ثبتت هذه الطائرات في أوكرانيا وأوقفت الهجوم الروسي هذا البلد تركيا أو كوريا الجنوبية أو سنغافورة كانوا يشبهوننا أو كانوا حتى في ظروف أسوأ مننا في ستينات وسبعينات كوريا الجنوبية كانت أسوأ بكثير سنغافورة كانت أسوأ بكثير وأنصح بقراءة مذكرات أحد الصانعي مؤجزتها اللي هو ليك وان اللي ترأس البلد بلد صغير مساحته أقل من 700 كم مربع يعني مساحة ما بين بوفاريك والبليد إذا شئت أقل من وسارة إلى بحبح هذه سنغافورة اليوم هي من أقوى الدول بالرغم أن عدد سكانها لا يزيد عن 6 ملايين وهي من أغنى الدول قوتها تكمن فيما لديها من قوة مالية هائلة وقوة إبداعية هائلة برغم من صغرها وحجمها الصغير وتعدد إثنياتها في الماليزيين والهنود والصينيين وغيرها من الأجناس والأوروبيين إلى آخره هذه لما يحكي هذا ليكوان كيف كانت سنها فورا لا تقل بشاعل للوضع تعالجزائر اليوم لكن جات ناس آمنت بدولة القانون بالعدل للجميع دولة مدنية فانطلقت نهضتهم وهذا حدث في كوريا الجنوبية وإن كان كوريا الجنوبية بالمناسبة ليبدأ أيضا نهضتها كان عسكري ولكنه كان عسكري متنور جدا وبمجرد ما ثبت الأمور ترك العمر للمدنيين فهذه الدول الثلاثة سنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا لكنا مبدئيا إما أفضل منهم في كل شيء أو في كثير من الأشياء اليوم بيننا وبينهم مثل ما بين السماء والأرض من حيث التطور والنهور والقوة الاقتصادية والقوة التكنولوجية والقوة العلمية إلى آخرها ناس آمنت بلدها حبوا شعبهم حبوا بلادهم فصنعوا المعجزات ما همش عندهم عقلية خالصة وحاجة استثنائية أبدا كان عدد هائل من كوريا الجنوبية يموت من الجوع في السينات والسبعينات طبعا ما نجيبش المثال الصيني لأن هذاك مثال آخر يعني وأحيانا مرة كنت نقشت مع واحد هذا الموضوع من من الذين تمضي عليهم بروباغندا العصابة قلت له صنغافر قال لي أنها بلد صغير 6 ملايين وليس حاجة كبيرة قلت له لكن ثرواتهم صغيرة وليس لهم ثروات وعندهم مساحتهم هي أقل من 700 كلمات مربعين بلد يعني يعتبر مساحته أصغر من الجزائر بكم بـ 3500 مرة قال لي لا لا يبقى بلد صغير طيب وصي هاي الصين عدد سكان 40 مرة عدد سكان الجزائر أو 35 مرة دقيقي سواء جينا بالصغير كمثال أو جينا بالكبير كمثال أو جينا بالمشابه اللي هي كوريا الجنوبية لعدد سكانها مثل عدد سكان الجزائر ومساحتها أقل من الجزائر بـ 24 مرة تقريبا 23 مرة مساحتها أقل مساحتها هي 100 ألف كيلومتر مربع 102 أو 133 كيلومتر مربع وليس لها موارد وهي موجودة في منطقة من تعصيرات وخصومات وصاحبهم من كوريا الشمالية هدت فيهم كل يوم بالسواريخ اليابان بيناتهم دماء لأن اليابان كانت تحتل كوريا الجنوبية في الحرب العالمية الثانية قبلها الصين تحاصر فيهم فلديهم مصائب من كل جهة روح شوف كوريا الجنوبية وراهي وسط سواء جينا بالبلد الصغير حجما وسكانا أو البلد الكبير حجما وسكانا أو البلد الموازي لنا حجما وسكا على الأقل سكانا فكلهم رحوا بعيد نتيجة لوجود إرادة حقيقية لبناء الدولة وبناء المجتمع تقوية المجتمع تمكين المجتمع وخاصة بناء دولة القانون لتعذروا لينبع عنها فيما بعد أو ينتج حتما إذا مشي دولة عدل وحقوق كاملة على الأقل تقترب من دولة العدل والحقوق أو لديك شنغريحة وامثلته يعني ما يتحكموش في أمورهم الطبيعية والبيولوجية ويحبوا يتحكموا الشعب الجزائري بطريقة بائسة جدا وطريقة الباراجات دائما نكررها مهمة جدا لأن طريقة الباراجات هي في حد ذاتها يديلك تخويف ويديلك الرعب ويعطلك يعطلك اقتصاديا يعطلك تكون رايح في زيارة يعطلك يعني الباراجات ضيعة ضيعت للجزائريين كل جزائري راي ضيعت له عشرات الآلاف من الساعات في حياته لو كان تقضي فقط أربع ساعات بسبب الباراجات في الطريق وكي يقضوا ربعين ساعة مرات أربع ساعات في الأسبوع فهذه ميتين ساعة في السنة ومنذ ثلاثين سنة على هذا موضوع الباراجات يعني رأنا نتكلم على ستلاف ساعة هذا آخر واحد مننا يقضي ربع ساعات في الباراجات يعني يقول مننا يعني الناس اللي رأهم يمشوا في الجزائر تحركوا في الجزائر شعب جزائري وتثبت اليوم كل الدراسات أن البقاء مطولا في في الاكتظاظ المروري ينتج عنه أمراض نفسية ينتج عنه التوتر والقلق نهيك على البوليسيون والهواء السيء واللي يخرج من الموتور ويخرج من المحركات ويخرج وأشياء أخرى كثيرة إذا كان الجو حار تكون تغلي داخل السيارة أو داخل الكار أو داخل شاحنة أو داخل لماذا يقومون بهذا باش يبقى مرعبك باللي كان إرهاب وما كانش إرهاب هما معرفين من بين الشهادات بتاع الجنان بن حديد أو شهادات منويرة أن الجزء الأكبر تاع الإرهاب كانت تديره المخابرات وهي تسيره وبالفعل بداية من 2015 2016 كادوا أن يقولوا خلاص ما كاش إرهاب بعد الإطاحة بتوفيق وجنيرالات المخابرات جناد ديريس لكن البراجات بقات البراجات هما متعنيهمش كالبراجات كاليدودان طبعا أيضا أغلبية العظمة تاعيدودان هي تكسار تاع السيارات نعم لازم دير ديدودان وكثير من البلدان المتطورة والمحترمة عندها لدودان لكن فيه نوع من دودان فيه طريقة ذكية فيه طريقة عقلانية فيه طريقة محسوبة فيه طريقة علمية لا يجب عليهم لا يجب عليهم لا يجب عليهم لا يجب عليهم يعني يجب عليهم وكثير من البلدان في حفرة يعني هذه كلها سياسة مطبقة ومراد لها كيف تبقى تحت القبضة قبضة البوت قبضة الرنجاس متعجيني الرنات قتل على رأسهم شنغريحة اللي راهي تتأكد لنا كل مرة أنه كان يقود جزء رئيسي من المجاز اللي وقعت في الناحية العسكرية الأولى في بداية ما بين 92 إلى 95 أو 96 كان هو ليقودها وجزء رئيسي من مواقع في غليزان وبالعباس والمنطقة الغربية كان هو مسؤول عنها عندما تنقله إلى راويتين بيبي بعدما كان في راويتين بيبي راويتين بريغاد والأخرى راويتين بريغاد فهو يعرف أن أي حرية الشعب الجزائري معناه يقوله له كنت تدير ماذا كنت تفعل الشهود بالآلاف من هم الشهود اللي كانوا تحت أمرته لأن أنا من يرهي جيني هذه المعلومات الآن وتتكاثر هي جيني من عند ناس كانوا تحت أمرته كانوا تحت القيادة تاعه ضباط أو صف ضباط أو جنود أو كائن اللي يضمير بعثوا بعث لي واحد قال لي على قريب له ما نقولش كون باش ما نقربش الصورة لكن واحد قريب منه قال لي راه ما يقدرش يرقد ما يقدرش يرقد من الكوابيس ومن الكوشمار ومن قال لي أنه كان موجود في فترة أنت على المجازر إلى آخره أمثال كثيرين وأمثالهم آخرين لا ضميرهم ضميرهم مقف ضميرهم حياء ضميرهم قاربون الموت بعضهم شاف أصدقاؤه أصيبوا بالجنون فهاي تتكاثر شهاداتهم عما فعل شنغريح وعما فعل جبار مهنة وعما فعل بعض الرؤوس وعما فعل هذا اللي يسمه نصر الجن إلى آخره بالأسماء والشهادات والوقاع يعرفون أن هذا يدخلهم السجون ويوقفهم أمام قضاة يسألونهم لماذا فعلتم هذا في شعب الجزائري ولذلك لن يسمحوا أبدا بحرية شعب الجزائري إلا أن يطاح بهم في ثورة شعبية سلمية هل هو الحل ثورة شعبية سلمية وإلا رحمة الواد للهاوية وربما إلى تقسيم وتدمير وتفكيك الجزائر بكل أسف أقول هالكم لكن من الأحسن أن تسمعوا الأمور التي تزعجكم الحقائق المزعجة خير من الأوهام الكاذبة بكل أسف وإلا لن ترجمة نانسي قنقر